بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرق المرسلين نواصل اليوم شابتر 1 شوف المقطع الرابع First law of thermodynamics وهي transfer mechanism First law of thermodynamics state that energy can neither be created nor destroyed during process لا ممكن إنشاءها ولا ولا تدميرها خلال البروسس لكن فقط on the change form ممكن تحولها من طاقة إلى أخرى ميكانيكية إلى حركية ومن حرارية إلى potential لكن لا يمكن تعملها created ولا destroyed the net change in the total energy system الشو ساوي هذا هو difference بين الانرجي الداخلة للجسم وإيش والانرجي leaving the system الخارجة من السيستم الدفرانس بين الاثنين هو net change الانرجي بالانس for any system can be explicit as الانرجي الداخلة الانرجي الداخلة دفرانس بينه هي طالعة هنا نقول net energy transfer طبعا by heat or work or mass تساوي اللي هو change in change in energy طبعا ما كانت بانترنال أو kinetic أو potential الrate form هنا عندي net فقط لكن الrate form ايش هو ناخذ النت هذي ونقسمها على الزمن لاحظ نقسمها على الزمن بدل ما كانت عندي en هنا عندي e dot in اللي هي rate of net energy transfer تساوي rates of change in energy قسمنا هنا على الزمن لما نتكلم عن study state أو study في الrate form فهتكون هذي تساوي ايش هتكون هذي تساوي السفر لأنه ما فيه تغير بالنسبة للزمن الزمن عندي study تعني لا تغير مع الزمن إذن حتكون ايش الانرجي in والout متساويات rate of net energy transfer in والout متساويات the rate of energy transfer to a system is equal to the rate of energy transfer from the system لاحظ هنا دخلت عندي طلعت عندي واحدة الثانية لكن في الحال study state و study system يكون لفن متساويات heat transfer mechanism أولا نشوف هنا the transfer of energy as heat always from higher temperature medium to the lower temperature one قلنا أنه انتقال الحرارة يتم دائما من الجسم الأعلى الحرارة إلى and heat transfer stop متى يكون ما فيه نهاية انتقال الحرارة لما يكون two medium reach the same temperature لما يكون الجسمين أو الوسط هنا و الوسط هنا لهم نفس درجة حرارة إذا ما يمن يقول اي درجة حرارة أشياء أنواع المود تبع heat transfer الطرق التي تنتقل بها الحرارة هي conduction الملامس الconfection والradiation لكن هذا لما يتحقق إلا إذا كان فيه temperature difference السلام عليكم ورحمة الله وبركاته